خلينا ننتقل نورهان تمان مرستنا العزيزة ومقر جريدة الشروق تحديدا عشان نتابع معها أهم الأخبار الرياضية نورهان حسبح لك في البداية أكيد أنا وكريم ويمكن برضو المنشطات المحلية لا تتحدث سوى عن المنتخب وتصريحات كيروش بالأمس يعني خلينا نعرف منك تفاصيل تفضل يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان نحن هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة الشروق نتلاكهم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وزي ما قلت أيضا يا نهواند الحديث عن مباراة ليبيا لم يتوقف ومن جريدة الشروق ومعانا أول خبر كيروش لم أقم بأمور سحرية مع الفراعنة الروح كانت متوجدة بقلوب اللاعبين يمكن تصريحات المدير الفني عقب الفوز بالأمس على منتخب ليبيا بتلت أهداف دون رد كانت إيجابية بصورة كبيرة جدا وقال أنه هو لم يقم بأمور سحرية مع اللاعبين ولكن اللاعبين كانوا فيه المران بروح عالية جدا وكان متوقع منهم أن هم يقدموا بورا كبيرة زي لقدموها إمبارح كمان خلينا نفكركم أن منتخب مصر بيستمر فيه تصدر مجموعته برصيد عشر نقاط ويقترب بإذن الله من التأهل لمنديال قطر 2022 كمان أضاف كيروش في تصريحاته قال أنه الروح اللي كانت ما بين اللاعبين كانت كبيرة جدا وأنه المستوى الفني القادم إن شاء الله هيكون أكبر ومن موقع اليوم السابع ربطة الأندية تقيم اليوم حفل سحب قرعة الدوري الممتاز الجديد تقام في الثانية ظهر اليوم مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدوري العام بحضور مندوبي الأندية والمكتب التنفيذي لربطة الأندية المحترفة أما بقى من جريدة الشرق الأوسط وأخبارنا العالمية الدنمارك على موعد مع التأهل المباشر وإنجلترا تسعى لتعزيز صدرتها النهاردة إن شاء الله يأمل منتخب الدنمارك للتأهل المباشر وحجز بطاق التأهل للمنديال القادم وطبعا ده خلال مباراته أمام النمسا في الجولة التمنى بالتصفيات بينما يسعى منتخب إنجلترا لتعزيز صدرته للمجموعة وإن شاء الله المباراتين هيقاموا النهاردة طبعا منتخب إنجلترا هيواجه المجر المباراتين هيقاموا النهاردة الساعة تسعة إلى ربع مساء الدنمارك لديها سبع نقاط وتسعى لتأهل المباشر بعشر نقاط حال فوزها اليوم أما بقى آخر أخبارنا وخبر طريف من الجمهورية أونلاين شقيقان يشتركان في تسجيل هدف بتصفيات المنديال اشترك الشقيقان سيفين أرون وأندريا جوديسون في تسجيل هدف في المباراة اللي أقيمت بين أيسلندا وليختنشتاين اللي أقيمت أمس وكان منتخب أيسلندا فاز بأربع أهداف دون رد واشترك الشقيقان في آخر أهداف أيسلندا بالمباراة كمان يمكن الجمهورية أونلاين ذكر في تقريره أن والدهم أيضا كان في صدارة هدافي المنتخب الأيسلندي برسيد 26 هدف دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو شكرا جدا جدا على هذه التغطية نرهان وشكرا مرة أخرى كمان لزميلتنا العزيزة روزان نصر